أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن تعزيز المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جاء متأخراً وأنه ما زال بعيداً عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق نار كامل في القطاع وأوضح أبو الغيط أن القرار هو محاولة لمنع حدوث مجاعة في القطاع وإنقاذ البشر خاصة النساء والأطفال من وضع كارثي إلا أنه ليس كافياً لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق نار وأضاف أبو الغيط أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً على رغبة إسرائيل مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المستمر وتحقيق وقف مستدام لإطلاق نار والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقاومات الضرورية للحياة